السلام عليكم كل عام والأمة الإسلامية بخير موسم الحج العام 2023 وآخر أغبار اليوم وأغبار هامة من وزارة الحج والعنر السعودية وأغبار هامة من جمهورية مصر العربية قبل التفاصيل أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسلكم كل جديد لو تشوفوا القناة الأول مرة أتمنى عمل جولة سريع على محتر القناة بإذن الله ستنعي لأعجبكم ها نحن أصبحنا في العد التنازلي لموسم الحج العام 2023 ونشرنا تباعا على القناة كل ما يتعلق بحج 2023 حتى الآن أما عن آخر الأغبار نبدأ سويا بأغبار من وزارة الحج والعنر السعودية وهذه الأغبار خاصة بحجاج الدخل أعلنت وزارة الحج والعنر السعودية أن على الضغبين في الحج من داخل المملكة العربية السعودية أن الحجز لا يزال متاحا من خلال موقع الوزارة أو تطبيق نسج حتى تاريخ 7 زلحجة للعام الهجري 1444 أو حتى اكتمال العدد المحدد لحجاج هذا العام 2023-1444 أما عن إصدار التصريح أعلنت وزارة الحج والعنر السعودية بالنسبة للحجاج من داخل المملكة الذين أكملوا إجراءات الحجز والسادات ستبدأ مرحلة إصدار التصريح الحج لعام 2023 اتداء من يوم 15 شوال 1444 وأعلنت أيضا في بيانها أنها تأمل منكم طباعة تصريح الحج من منصة أبشف أما عن اللقاحات التي أعلنتها وزارة الحج والعنر بداية اللقاح فيروس كورونا ولقاح الحمى الشوكية وأيضا اللقاح الإنفلوانزا الموسمية وأعلنت أيضا أنه علما بأن آخر موعد لإكمال التحصينات هو قبل بدء موسم الحج بعشرة أيام أما عن آخر أخبار الحج لعام 2023 من جمهورية مصر العربية وهذه الأخبار خاصة بأسعار تذاكر الحج أعلن مصدر مسؤول أن أسعار الحج لعام 2023 تختلف بحسب مدة برنامج الحج وموعد الصفر وأعلن المصدر أنه كلما كانت فترة الصفر كبيرة تكون سعر التسكرة أقل لافتا أن إذا كانت الرحلات الزهاب أيام واحد واثنين وثلاثة واربعة منزل حجة تكون أعلى من غيرها التي ستكون خلال شهر زلقعدة وأن أسعار تذاكر الطيران التي تكون في موعد العودة خلال أيام 14 و15 و16 منزل حجة تكون أيضا أعلى من نظيفها خلال الفترة المتبقية من موسم الحج لعام 2023 كل سنة وحضرتكم طيبين انتظرونا بإذن الله بكل ما هو جديد أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر